بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بحضراتكم الكنافة الكنافة كلنا بنقول لقلبتو جاسبايز لعايزين هلون واحد عايزين اعملها بشكل مميز الطعم بتاعها روعة لما نديها القشطة عمرها في حياتها ما هتسيح الشكل ببقى جميل اي حد مبتدى يقدر يعملها واحدة واحدة مع بعض كده ما نديها ديكوريشن مميز ونقدر نتحكم في الصيرب بتاعها والسمنة بتاعتها هنقدر نحن نطلعها شايفين اللون كل واحد وزي المطاعم الكبيرة المحلات الكبيرة محلات لابوار محلات كتير مميزة جدا 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 وبالذات انها القشطة دايما نقول لما بنعملها في الفرن القشطة بتسح منها ان شاء الله بإذن الله عايزين اول يوم كده ناكل اوكونافة داية هوريكو طريقتها عاملة زي قديم قرمشها والطعم مميز جدا هنطع حتة منها كده ونشوف القشطة عاملة ايه جوه واخبارها ايه ادي كده الشكل اظن مقبر عن نفسه مفيش بعد كده تعالوا مع بعض واحدة واحدة كده نشوف كنافة ديت اتعملت ازاي وهي ايه وايه اللي حصل فيها واحدة واحدة كده مع بعض هنبدأ نشوف هنعمل ايه اول حاجة هم نحطها بس في طبق كده ووريكو حتة منها وعليش هنددتكم مقدمة طويلة شوية بس ان شاء الله بإذن الله لما تشوفوا الفيديو هيعجبكو جدا 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 شايفين انا بس عايز اوريلكو القشطة قديم مميزة والطعم ان شاء الله هيعجبكو جدا اول حاجة بنجيب في حدود كبايتين سكر كباية مية رشة ملح للمون صغيرة نحطهم على النار مفيش بالزبط سبع دقيق وندفع لهم بعد الغليان بعد كده بنعمل ايه بنجيب الكنافة ونبدأ نقطعها على قطعة صغيرة بحط الزبدة وابدأ سياحة على النار عندي واجيب الكنافة قطعها على قطعة صغيرة وابدأ ان انا حمرها في الزبدة ما عندي الزبدة وعايز احمرها في الزيت وحطها على مناديل ماشي عايز احمرها في الزبدة على طول ماشي هنمتقى دلوقتي ننزل في الحلة بتاعتنا ونبدأ نحمر الكنافة واحدة واحدة مع التقليب كده مش عايز نرى علي قوي لما الكنافة توصل معي انها تاخد اللون الاحمر المميز لو الزيت اللي بحمر فيه البطاطس نظيف وحلو اقدر ان انا اعمل الكلام ده بنبدأ واحدة واحدة كده نقلب الكنافة وعلى مهلنا خالص وندننا وراها لما توصل اللون ده ما تقلقوش لانها فتفتها بيدي بعد كده وطعم الزبدة بمميز جدا فيها برفع الكنافة ديت عشان ابتدي احطها على مناديل عندي او لو الزبدة فيها ليلة خلاص نص كيلو لبن حط عليه معلقتين كبار من السكر ثلاث معلقة كبار من النشا وابتدي اقلب الاشطا ديت اللي انا هحطها على النار لغاية ما تتماسك عندي شايفين عاملة ازاي مش عايزها خفيفة قوي والتي لرشة فانيليا في الاخر عشان تفضل ريحة فيها وابتدي اقلب عايز احط فيها موز فراولة تفننوا بقى طبعا انا عايز اجيب اشتصافي واحط اشتصافي ماجرش حاجة هنبتدي نجيب الكنافة هيت ممكن احط ورق زبدة تحت هنا وممكن احط ورق ونبتدي ان احنا نفرد الكلام دوت لو الكنافة بردة السرب يبقى سخن الكنافة سخنة يبقى السرب برد كنافة هنا بردت مني خالص فيبقى السرب دافع شوية ونبتدي نضغط كده ولو عندي صانية صغيرة باضغط بها جامد قوي وابتدي ادي كبشتين كده سرب بصات قوي بحيس ان هم يسكروها وفي نفس الوقت تعملي عملية تماسك ما نقطرش قوي وهنبتدي بعد كده افرد بالسابع دعان الحواف القشطة بتاعتنا داية ما تخافوش الكنافة تشرب الكلام ده كله ولما اجي قلبها هتشوفوا انه ما فيش كلام من ده خلص هبتدي ان انا اخر في القشطة بتاعتنا هيت طبعا انا ضربت فيها كده مع آآ قلبة قشطة دا لو حابب ونبتدي نفرد الكلام دوت شوية شوية فوزده كده في القشطة زي الفل الاطراف فضية هيت لان انا ما اجي حط بقيته كنافة هفرد لما اضغط هفرد الكلام ده باجي حط كده اهو بالراحة بيبدأ الخليط ان هو يبتدي يطلع معي خليط الاشطة دوت لبرا يعني هي كنافة بمعنى اصح تركيب هبتدي افرد الكلام ده كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت هبتدي بعد كده ان انا اضغط الكلام دوت لو عندي صانية صغيرة ماشي بالمعلقة بالشكل ده كده ماشي وهدي برضو فوق شوية سيرب بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دوت اهو واسهبها بقى كده ترتاح شوية او تبرد او دخلها التلاجة او من بالليل مثلا اعملها وتخش التلاجة اي حشوة عايزين تشوفوا لو عايزين تحشوها ايس كريم اي حاجة عايزينها تنفزوها تنفزوها هنبدأ نجيب الصانية بتاعتنا كده الطبق التقديم ونحط كده وادي الورقة طبعا انت محطتش الورقة قدامنا اشيف محمود لان ما جيت قلبها طبعا دايقتني حطت ورقة وكبستها بحيث ان انا قلبها قدامكم احسن اي حاجة عندي بقى في البيت فوز منذ انا بس بحب ان انا ورلكوا كل حاجة تبقوا عارفين ايه الغلطة اللي قابلتني ده ايه ده ايه طب نسيت احط ورقة على النار كده بالراحة على اساس ان انا ابتدي ان انا تفك من عندي من على النار السيرب اللازق اللي فيها وابدأ ان انا قلبها بسهولة بنحط في ازدو بنحط اي نوع مكسرات عايز اقدمها كده قدمها عايز احط الكريمة حاجة بترجع لحضراتكم ونبدأ نجيب بعد جده السكينة بتاعتنا على اساس ان احنا نبدأ ممكن بقى واحدة كريزة اي قطع اتفكها شوية بندق المكسرات من الحاجات المميزة جدا اللي ان شاء بيتكو يكون اه عمران بيها في رمضان باذن الله بتدي طاقة طبعا نتيجة للصيام اه حاجات كتير قوي 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 هنقدر ان شاء الله اللي احنا نسعد بيها في الشغل اللي انا بقول لحضراتكم عليه وزي ما شوفنا طبعا وزي ما قالتلكم في بداية الفيديو بنبدأ نجيب اه جزئية صغيرة كده ونقطع بالشكل اللي حضراتكم مشايفينه عايز استبدل الكلام ده كله وحط ايس كريم اقدر احط ايس كريم تكون نافع بالايس كريم طبعا حاجة جميلة جدا واكون مميزة وهنخف شوية موضوع اه السيرب وفي نفس الوقت ما نحط السيرب يكون بارد عشان ما يسياحاش ونقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت اهو ودي الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله باذن الله تعجبكم عايز احط كاستر عايز احط كريم باتسري عايز احط كريم شانتي مع كريم باتسري اللي هو بيبقى جزء من الكريمة مع كريم باتسري اه احشيها موزة ما اتفقنا كل ده مش هيقصر لان مش هيتعرض اللي سغنية ابدا هدي الشكل النهائي ونقدر نقطعها قطع صغيرة نقدر نتحكم فيها ان شاء الله باذن الله هتعملوها اتمنى شوف تطبيقاتكم عندي لما نيجي نقطع منها بيكون مقرمشة وطريقة من جوة بطريقة مميزة اه ان شاء الله باذن الله حتى بقى عايز يلعب شوية وحشية بس بوسة يعمل اي حاجة كل ده بيكون سهل لو اعجبكم الفيديو نعمل لايك وشير وان شاء الله باذن الله اعجبكم باشكركم جدا 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته